أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ضرورة تحول تقافة تعايش والتسامح وقبول الآخر إلى تقافة شعبية ومجتمعية في مختلف المجالات وذلك في مواجهة خطابات الكراهية والتميلس جاء ذلك خلال كلمة وزير الأوقاف في المؤتمر الدولي المنعقد بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان تعايش والتسامح وقبول الآخر نحو مستقبل أفضل وعشر وزير الأوقاف إلى أن هذا المؤتمر أبلغ دليل على عظمة النموذج المصرية في ترسيق أسس التسامح الديني والتعايش الإنسانية ويعقد مؤتمر التعايش والتسامح وقبول الآخر بحضور رئيس جامعة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر الشريف وبابا الإسكندرية بطريارك الكيراز المرقصية وعدد من القيادات الدينية والأكاديمية